يعطيكم العافية ثامن رح نبلش اليوم بدرس جديد بوحدة جديدة التجارة التقليدية والتجارة الالكترونية تعد التجارة عصب الاقتصاد طبعا التجارة اهم اشي بالاقتصاد تقوم طبعا على التبادل بين السلع والخدمات او كليهما معا بين الدول والافراد يدعى المكان او المجال اللي بنتبادل فيه هاي الخدمات والسلع بسميه سوق وحديثا اصبحت كلمة سوق بتدل على المجال اللي يمكن للتاجر بيع السلعة او الخدمات فيه رح نبلش بالتجارة التقليدية يا ميس التجارة التقليدية عبارة عن عملية الشراء وبيع السلع والخدمات اللي بتداولها الافراد والتجار والشركات والمؤسسات طبعا بترتكز عناصر التجارة التقليدية على السوق على السوق والزبائن والدفع مقابل السلعة او الخدمة هلا في عندي امور يجب ان يرائعيها البائع في التجارة التقليدية اللي هي دراسة السوق والزبائن هاي اهم اشي شراء السلعة من مصدرها وعشان ينقلها ويخلصها جمركيا طبعا بيكون في عنا جمرك من كل بلد فمشان لما انا بشتري السلعة اخلصها من الجمارك يعني اطلحها من الجمرك بعرض السلعة في مكان مناسب بعرض سلعتي بمكان مناسب بروج السلعة عبر وسائل الاعلان بطرائقه المختلفة يعني ممكن اروج السلعة بالتلفاز بالصحف بالمجلات بالمنشورات اي اشي بختار موظفي مبيعات او مندوبين عشان يتعاملوا مع الزبائن ويجذبوهم للمنتج هدول اللي بيكونوا يلفوا ويحكي لك ان هاي والله سعرها منيح والمنتج كتير هدول بحكي لهم موظفي مبيعات اجراء العمليات الحسابية اللازمة التجارة الالكترونية اي نشاط تجاري عن طريق تكنولوجيا المعلومات مثل الانترنت يعني شفت مواقع اللي احنا بنشتري منها مثلا شو اسم السيارة او بنشتري الاواعي او هاد بسميها تجارة الالكترونية مثل الانترنت والهاتف النقال والثابت والتلفاز هدول وسائل اتصال الالكترونية طبعا شاعة التجارة الالكترونية اللي بتتبع قواعد التجارة التقليدية نفسها المشتري والبائع وين بيلتقوا على الانترنت بتبادلوا الخدمات مقابل النقود من خلال المتاجر والمحلات او المكالمات الهاتفية او الكتالوجات المعروضة بيكون فيها السلع والخدمة في وسائل الدعاية والاعلان المرئي والمسموع والمقرؤ تمام؟ فهون تعريف يامس التجارة الالكترونية وهون مثال على تكنولوجيا المعلومات انو الانترنت الهاتف والهاتف الثابت طبعا من قواعد التجارة التقليدية انو المشتري من قواعد التجارة الالكترونية انو المشتري والبائع بالتقويم عبر الانترنت عشان يتبادلوا السلع يعني بيلتقوا عبر الانترنت اما بالتجارة التقليدية مس بيلتقوا انو وجها لوجها بتبادلوا النقود ايجابيات وسلبيات التجارة الالكترونية من ايجابياتها بتوفر الوقت والجهد للمشتري تحصل على السلعة المرغوبة يعني انا بوقت قصير يعني السلعة وانا قاعدة بالبيت على التليفون اي سلعة بدي اياها بقدر اشتريها خلال ثواني بتوفر الوقت والمال على البائع ما بتحتاج لمكان عشان تعرض ابضعتك وتسوقها السلبيات في بعض المشترين بيخافوا من وسائل الدفع الالكتروني ما بيامنوا لهم بعض المشتريات بتحتاج الواحد مثلا مثل الاواعي انو يجربها بعدين يشتريها قرصنة فيه طبعا عندي الهاكر قرصنة المواقع الالكترونية ممكن يخترقوا المواقع الالكترونية التحديث المستمر للبرمجيات فبيزيد عليك تكلفة التجارة الالكترونية وبعض الزبائد ما بيعرفوا يستخدموا الانترنت والحاسوب بشكل جيد هاي ايجابيات هاو سلبيت ها دول كتير مهمات لازم يا تامن طبعا تحفظوهم نشوف النشاط كالعادة اذا فيه علل اذا فيه علل طبعا ناخدوا ما فيه علل منوصل لأسئلة الدرس بتمنى انكم تحلوا أسئلة الدرس على الدفتر ويعطيكم العافية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة